واحد الجاز التربيع السفر هو سفر طيب رقم اتنين في مجموعة الاعداد النسبية لا معنى لايجاد الجاز التربيع الالف اذا كان العدد الف عددا نسبيا سالبا لانه لا يوجد عدد نسبي اذا ضرب في نفسه يكون الناتج سالب يبقى هنا عندنا بيقول لنا اول ملحوظة ان الجاز التربيع السفر هو سفر طيب بعد كده ما فيش معنى اللي احنا نجيب جاز التربيع العدد سالب نجيب ايه جاز التربيع لعدد سالب لا معنى لاجاد الجاز التربيع الالف اذا كان الف عدد نسبيا سالب يبقى العدد النسبي السالب ملهوش جاز التربيعي ليه ملهوش جاز التربيعي لانه لا يوجد عدد نسبي اذا ضرب في نفسه يكون الناتج سالب طيب الملحوظة التالتة بيقولك ان جزر التربيع